أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى عدد جديد من حصة عين وحدث لم تصمد الحكومة لم تصمد الخزينة العمومية أمام الانخفاض المتواصل لأسعار النفط لتمد الحكومة يدها إلى احتياط الصرف حيث كشف محمد لكساسي محافظ بنك الجزائر أن احتياط الصرف تراجع بأكثر من 15 مليار دولار خلال ستة أشهر من سنة 2014 فمن مستوى 193 مليار دولار شهر جوان إلى 185 مليار دولار شهر سبتمبر إلى 178 مليار دولار شهر ديسمبر من نفس السنة هذا في الوقت الذي كانت الحكومة تطمئن فيه المواطن بأن الوضعية المالية للجزائر بالرغم من انخفاض أسعار النفط إلى أنها لا تستدعي اللجوء إلى احتياط الصرف وكان التحدي الذي رفعته هو توفير بدائل الحلولة دون الوصول إلى هذا الاحتياط إذن محمد لكساسي في تصريحات أخرى حذر من خطر التآكل السريع لاحتياط الصرف أمام حالة دوام الصدمة الخارجية في ظل المستوى العالي وغير المحتمل لوردات الجزائر وهو ما حدث فعلا حيث اليوم ونحن على مشارف نهاية الثلاث الأول من سنة 2015 يكون احتياط الصرف قد تآكل أكثر من أي وقت مضى وتكون الخزينة العموية قد دقت نقوس الخضر إذن مشاهدين الكرام سأنقش هذا الموضوع مع ضيوفي في الأستوديو حيث يحضر معي القيادة بحزب تاجي سيد مرد عروج مرحبا بك والقيادة بحزب جبهة التغيير سيد إدريس ربوح مرحبا بك سيد مرد عروج ندخل مباشرة في النقاش تابعت الأرقام التي قدمها محافظ بنك الجزائر فيما يتعلق باحتياط الصرف تآكل أو تراجع بقيمة احتياط الصرف بأكثر من 15 مليار دولار هل الجزائر أو احتياط الصرف بصفة عامة في خضر بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على هذه الدعوة الكريمة أولا إشارة فقط تقنية لتفسير هذا غاقم أو تراجع احتياط الصرف عنده أسباب عديدة من بينها أنه احتياط الصرف الجزائري ليس كله بالعملة بالدولار فيه جزء منه بعملات ثانية وهي الليان والليفرستيرنينغ واليورو فبالتالي انخفاض قيمة هذه العملات مقارنة مع الدولار كذلك يمثل سببا رئيسيا في انخفاض احتياط الصرف إذا قسناه بالدولار لكن كين سبب ثاني هو أننا استعملنا جزء من احتياط الصرف لسد العز في الميزان التجاري إذن هناك سببين رئيسيين هذا إذا حبينا نتكلم كلام تقني الآن السؤال تعكم هل في خطوة طبعا في خطوة لأنه تراجع أسعار النفط وكذلك تراجع إنتاج المحروقات في الجزائر يعني السبب يعني هناك سببين السبب الأول هو تراجع الكمية المصدرة إلى الخارج نعم فيه تراجع في الإنتاج تراجع الكمية وتراجع الأسعار نعم تراجع كمية تراجع الأسعار وبقاء على هذا المستوى لا محالة سيؤدي إلى أنه احتياط الصرف سيصل إلى مستوى الصفر وقد نصبح لا قدر الله بعد 35 شهار مثل ما صارح بسي محمد الكساسي في بداية الأزمة دولة بدون احتياط الصرف أو دولة لقدلها من ديون وقد نصل إلى صفر احتياط الصرف ربما في وقت أسرع من ذلك في أقل من 35 شهر في أقل من 35 شهر وهذا الذي صغح به سيليكساسي يوم الخميس الفارق قال أنه ربما نهاية 2016 ستكون نهاية حتياط الصرف الجزائري لأنه لم نصل حتى الآن إلى إيجاد البدائل الناجعة من أجل استبدال مداخل جميل سيد مورد عروج نتوقف عند البدائل الناجعة من أجل الحيلولة ربما دون الوصول إلى احتياط الصرف سيد إدريس ربوح الحكومة ملأت الدنيا بتصريحات مطمئنة بأن الأزمة ربما ليست في مستوى التي نصل بها أو نمد يدنا إلى احتياط الصرف وقالت بأنه بالرغم أنه فيه حقيقة أزمة مالية إلى أن الجزائر ستسير هذه الأزمة بأريحية اليوم الجزائر مدت يدها إلى احتياط الصرف انخفاض بشكل سريح 15 مليار دولار في أقل من 6 أشهر تواصل انخفاض أسعار نفط كيف ترى اليوم الوضعية المالية والوضعية الاقتصادية بصفة عامة في الجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم والسلام ورسول الله يكفي أن هذه التصريح المتتالي وإعلان على الأرقام تدراجع احتياط الصرف من طرف أول مسؤول على السياسة النقدية والاقتصادية في الجزائر يعني مدير محافظ بنك الجزائر يدل وشاهدون من أهلها لا تحتاج إلى معارض أن يتحدث ولا تحتاج إلى خبير آخر أن يتحدث فالأرقام تتحدث وهذه خاصة عندما تصدر من محافظة بنك الجزائر فهي ذات مصداقية وعندما يستخدم عبارات التحذير فهي تضينا للخطر تمنينا لكنا نعيش في فترة أنه هيئة أخرى كانت تشتغل بشكل تساهم في تحذير الحكومة وهي مجلس الاقتصاد والاجتماعي عندما كان في عهد من توري رحمه الله يقوم بدور متميز في دراسة الصحة الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر لكن الآن الوضعية لا يختلف عليها لا سوى في السلطة ولا في المعارض في الوضع ككارثي كما تفضل الأخ السببين واضحين سيد مراد ما قالش كارثي يعني أنا كارثي لا لك هو قلت له الخطر فأجابه في الخطر وإذا يقول ربما قبل 35 شهر هي كارثة نعم جميل سيد إدريس ربوح سيد مراد عروج الوضعية كارثية كما قال السيد إدريس ربوح وربما الجزائر في خطر كما وصفت أنت الوضعية سيد مراد عروج خلينا نتوقف عند طريقة تعامل الحكومة مع هذه الأزمة في البداية كان فيه نوع من الارتباك كان نوع من الاضطرابات في تصريحات المسؤولين الجزائريين سواء بالنسبة للوزير الأول سواء بالنسبة للوزراء فيه من يقول بأن الجزائر في أزمة فيه من يقول بأن الجزائر بعيدة عن الأزمة فيه من يقول بأن الجزائر ستطبق سياسة تقشف فيه من يقول بأن لسنا في حاجة إلى سياسة تقشف رئيس الجمهورية تكلم بلغة صريحة وقال بأن الجزائر في وضع حرجة ماليا سيد مراد عروج كيف ترى أنت طريقة تعامل الحكومة على الأقل لحد الآن مع هذه الأزمة الخطيرة أزمة المالية وانخفاض أسعار النفط الوصف الدقيق للوضعية الاقتصادية الجزائرية هو وكل آثي اليوم انخفاض الإنتاج اليوم انخفاض الأسعار اليوم انخفاض المداخير بالعمل الصعبة نحن نتيجة انخفاض المداخير بالعمل الصعبة عنده زج نتائج انخفاض الجبال البيترولية معناته انخفاض مداخير بالدينار مما سيؤثر على ذلك سلبا في ارتفاع العدز كذلك انخفاض مداخير بالعمل الصعبة الميزان التجاهي سيتقلب كان بالإيجاب سيقولي بالسلب فسنضطر حينها أننا ناخد من احتياط الصعب إذا الإشكالية هي إشكالية دولار ودينار ما يقوليش عندنا دولار باش نستورد حاجياتنا أو ينقص الدولار فبالتالي نحتاج أن ناخد دولار في حتيات الصف وكذلك لابد من إيجاد بدائل عن الجبال البيترولية بجبال ثانية إذن الخطوة تكمنه هنا أنه اليوم تباعية للمحروقات بنسبة حوالي 97% إذن الوضعية الحالية خطرة سيد مورد عروف لا يمكن أن ينقر أن الجزائر تعيش تباعية لمداخل المحروقات سواء كانت بالدولار 97% من صادراتنا هي كلها بيترول والجباية البيترولية تساهم بنسبة 60% في الجباية المحلية معلاته ما نحتاج من مداخل الجباية البيترولية يمثلوا اليوم 60% من المداخل اليوم الخطوة تكمنه هنا الخطوة تكمن في أننا تابعين للحوال سيد مورد عروف أنت شخص لي الوضعية الاقتصادية والوضعية المالية في الجزائر أنا نتكلم على طريقة تسيير الحكومة لهذه الوضعية الحالية الوضعية الحارجة التي تمر بها الجزائر ماليا كيف ترى أنت طريقة تسيير الحكومة لحد الأشخاص سيد الكريم بعدما اقتنع الجميع أنه فيه خطورة لما استقر سعر البيترول في الانحدار الناس كانوا يتوقعون أنه ربما يعود يغتفع وما كانت مشكلة لكن لما وصل الانحدار الهبوط الانحدار ثم استقر في مستوى أقل من ستين دولار الآن اقتنع الجميع أن البيترول سيبقى على الأقل لمدة ليست ببسيطة في هذا المستوى معناته سنلجأ إلى استغلال إلى الاحتياط الصف ونأخذ منه حاجاتنا كان فيه مجلس وزاري أول مجموعة وزارة مع سيدة أرسل الجمهورية فده خطوط عارضة خطوط عارضة هي أولا تنوع الاقتصاد يعني يفترض أنه في فترة سماحة لأنه ما لدينا من احتياط الصف وما لدينا من صناديق يفترض أنه يغطي حوالي 35 صناديق ضبط إيطات يعني حسابيا حسب الحساب السيد محمد أكساسي يغطي حاجاتنا لمدة 35 شهر إذن يفترض أنه في 35 شهر تكون فيه استراتيجية دقيقة نعم سيد مراد عارضة دعني أطرح سؤال على سيد إدريس الربوح ونعود إليك على النقطة الثانية سيد إدريس الربوح مراد عارضة تكلم على ثلث محاور لربما للخروج من هذه الأزمة أو لإيجاد حلول للأزمة المالية ولكن مختصين سيد إدريس الربوح ومراقبون للوضعية المالية الجزائر يقولون بأن الجزائر تسير الأمور بالقدر يعني تترك كل أمور للقدر هكذا إذا كان يرتفع أسعار النفط ربما تكون الأمور مريحة إذا تواصل في الإخفاظ ربما تصل اليوم الذي ينتهي فيه احتياط الصف بالرغم من الأزمة المالية الخانقة بالرغم من الوضعية المالية الحارجة إلى أن ما لمسناش سيد مراد عارض لم نلمس سياسة تقشف أو إجراءات في الميدان لحد الآن يعني هذا يبين عجز الحكومة يبين الحكومة هذه والحكومة التي سبقتها حكومة الخمسة عشر سنة الحكومة التي توفر لها مالا من يتوفر لأي حكومة منذ تاريخ استقلال الجزائر من أموال كبيرة وكبيرة جدا وتوفر على الاستقرار والأمن وكل الظروف المهيئة للإقلاع الاقتصادي لكن لم يتم من هذا الشكل كيف لنا أن ندير مستراتيجية في 35 شهر جدا غريب خصة 35 استراتيجية لأن اليوم بعد 15 سنوات 15 سنوات كلمة استراتيجية الآن أضيعنا الفرص هل هذا عبث سيدة؟ نعم عبث عبث سياسي وهذا ضعف حكومي والحكومة عدد خطاب المعارضة الآن الآن أستدعت خطاب المعارضة وصبحت خطابها الآن متجانس في الموضوع الاقتصاد إنه الشرك دول المعارضة دول السلطة لأنه وصلنا لكارثة كيف وصلنا لكارثة؟ الحكومة الآن لا تملك المؤهلة الحكومة الحالية لا تملك المؤهلات لمواجهة تحديات القديمة واحد ثانيا نعيش في أزمة سياسية وأزمة ثقة كبيرة وإزمة نظام حكم لا يمكن أن يكون قد اقتصادي إلا بتضاف الجهود بين السلطة والمعارضة وبقية المجتمع لا يمكن أن يتم ذلك إلا بتوافق سياسي بين السلطة والمعارضة وبإشارك المجتمع للمواجهة هذه التحديات الاقتصادية واحدة ثانيا لابد عندما نرفع شعارات التقشف عندما نرفع شعارات التقشف أول إشارة تبين بالتقشف الحكومة بعدها أعضاء الحكومة لابد أن يعلن بتخفيض الرواتب انتحهم وبعد ذلك تأتي تأتي شد الحزام من الأعلى الأسفل ثم بعد ذلك نبدأ أقول لك السيد قال فاتورة الاستيراد فاتورة الاستيراد يعجب يعني فاتورة الاستيراد ووزير التجاري يسهل عملية استيراد الخمور زاد يعني كأن الخمور يعني نظرش بالجانب فقط للدين الجانب بالانتهاك قيم الشعب الجزيري حتى من ناحية الاقتصادية كيف العاقل عنده إزمة اقتصادية يسهل عملية استيراد الخمور جميل دعني أتوقف عند هذه النقطة سيد إدريس البوح سيد مراد عروج تكلم على نقطة مهمة فيما يتعلق بالسياسة التقشف قلنا أن لم نلمس مؤشرات لم نلمس معطيات على أن الحكومة تطبق سياسة التقشف يقال بأن الحكومة تسيئ في أزمة مالية يجب أن نذهب إلى سياسة شد الحزام الحكومة اليوم تتعامل بأنه كل شيء على ما يرام وليست فيه هناك أي أزمة طريقة تسيير الأزمة الاقتصادية برؤية سياسية هل سيد مراد عروج ستؤدي بنا إلى الكارثة أو ستدخل بنا كما يقال المعارضة ستدخل بها إلى الحائط سيد الكريم مثل ما آشار زميلي فيما يحصل قاتلة الخمور قال ربما مشكلة مش دينية اقتصادية لا نقول مشكلة دينية نح الخامر هو مشكلة دينية مش اقتصادية فالذهاب إلى مثل هذه الأمور التي تجرح مشاعر الجزائيين هذا أمر في الحقيقة موش غير محبت أحمر لا يجوز هذا لا يجوز فبالتالي عدم الذهاب لمثل هذه الأمور التي تجرح مشاعر المسلمين وتؤدي بنا إلى الغرقان في أزمات وأنه ونحن في غينة عنها وقد سبق هذا القرار تعوي في الحقيقة قرار آخر في قيمة يخص اللغة العربية والأصل أنه كوزار تجارة مفعود كان يسخر كل الجهد دياله ومن هم موجودون معه في الوزارة من أجل أن يأخذوا تعليم ترئيس الجمهورية فيما يخص تقليص فاتورة استيراد طبعا سيد وزير التجارة أعلن عن لجنتين أسس لجنتين لكي يأخذ بعين اعتبار قضية تقليص فاتورة استيراد لكن حتى الآن لم نسمع بنتيجة عمل هذه اللجنتين شوف ليه يختلفوا إثنان أنه هناك تبعية للمحاوقات ليه يختلف إثنان ولا واحد في يوم من الأيام سمعته سواء كان في السلطة أو في المعارضة قال بأن الجزائر عندها مداخل خارج المحاوقات كل الأقام اللي يقولها السيد محمد الأكستاسي وهو الناتق باسم النقد والصرف في الجزائر كل سنة يقول باللي صادرات الجزائر خارج المحاوقات وما تسيبعة شعائف المليا فبالتالي الحل سيد مورد عروش سيد دريس الربوح يتكلم على هذه الوضعية لمدة 15 إذا اجتمع الجميع على عنوان كبير أن الجزائر عندها تبعية محاوقات الآن السؤال كانت هناك تبعية لكن لم تكن هناك أزمة مالية اليوم فيه تبعية للمحاوقات والمحاوقات هذه التي نحن مرتبطون بها الآن هي في أزمة فبالتالي سيد دريس الربوح سيد مورد عروش يتكلم بأن ذلك هو عينه لحدث لما تكون فيه محاوقات مالية ولا نضع خطط للخروج من إيجاد بدائل اليوم بعد 15 سنة اجتماع أو مجلس وزاري مسغر للخروج من المشكل سيد مورد عروش أنا تجاوزت المحطة هذه منذ سنة نعم كانت فيه حملة انتخابية في 2014 فتكلم الجميع بالدعم أو بالنقدي بالإيجابي أو بالسلبي وقيموا حصيلة سيد درس الجمهوري أقمس طاق السنة وكان يقال بأن كان إنجازات كبيرة وأنا من الذي نقوله في إنجازات وهناك كذلك إخفاقات فهناك نصف كأس مملوء نعم نشكره عليه وهناك نصف كأس فارغ نجتمع الجميع من أجل ولكن في الاقتصاد سيد مورد عروش حتى نضع النقاط على الحروب سيد مورد عروش خليني في هذه النقطة يجب أن نضع النقاط على الحروب سأعطيك الكلمة في الاقتصاد سيد مورد عروش لا يوجد أي شيء مملوء في الاقتصاد يعني الكأس كله فارغ حول أنه إنتاج الجزائر في 1999 مش إنتاج الجزائر في 2014 لا لا ما نغلطهش رحنا الحليب المنتج زاد الإلكتروميناجي كنا نبورتين كلش موليش نبورتين كلش الأشياء كثيرة الآن مصنع كثيرة أعطي مثال بسيط نعم نسبة الدواء اللي منتج في الجزائر في 99 كانت 9% جميل نحن نخرج من هذه النقطة لا لا هذا الاقتصاد نعم كنا ننتج 9% من حاجياتنا اليوم ننتج 40% من حاجياتنا إذن هناك نمو في الاقتصاد هناك نمو في الإنتاج السؤال اليوم هل بهذا النمو حققنا عدم التبايعين المحققات؟ طبعا لا هذا يجب أن نقوله أغم النمو الذي حادث في الجزائر أغم النمو الذي حادث في الجزائر ما زال عندنا تبعية للمحققات بنسبة 27% الذي يجب أن نناقشه اليوم لكن قبل 15% سيد مورد نعم قبل 15 سنة كانت 27% هذه المصنع التي تتكلم عنها بعد 15 سنة لازلنا في 27% لا حتى عدد المصنع اليوم ارتفع عائلة 80% سيد الكريم سيد الكريم استهلاك الجزائريين من 99% إلى فنمطاز زالت لأننا في 99% كنا 28.5 مليون اليوم أغنى 40 مليون بما يعني؟ هذه 12 مليون بما يعني؟ لازمهم الدواء ولازمهم الماكلة فبتالي يحتاجوا إلى كذلك أكل ولباس وأشرب وغير ذلك نعم سيد مورد عروج لأنا أطرح سؤال على سيد إدريس ربوح لأنه لم يبقى لنا الكثير من الوقت ربما استهلكنا الوقت في هذه النقاط قضية الوضعية الاقتصادية خلال 15 سنة سيد مورد عروج فيه من يتكلم على أنه احتياط الصرف هذا وبالرغم أنه فيه تآكل وبرغم أنه الحكومة تطمئن بأنه فيه احتياط الصرف إلى أنه بعض المراقبين سيد إدريس ربوح يقولون بأنه من يضمن من يضمن للجزائر في ظل هذا الأمور التي نسمع عنها وفي ظل بعض الاضطرابات في التصريحات من يضمن بأنه الجزائر تملك 178 مليار دولار أو 133 مليار دولار في جميع الحالات بدون الحديث على الأرقام نعم الشيء متفق عليه متفق عليه ما عندنا شيء اقتصاد أولا أننا نقولوا اقتصاد اقتصاد موش أننا حاجة ريعية الريع موش شيء وجدته وتبيعه بدون بذل جهد حسنا وجدنا ثروة اسمها كنز ورثناها من عند الشهداء الآن نحن نصرفه فيه بطريقة خاطئة ما نديروش في مكانش اقتصاد الاقتصاد عندما تنشئ صناعة تنشئ زراعة تنشئ خدمات هذا معنى اقتصاد نهائية معنى اقتصاد نهائية عندنا ريع وهذه فجل الحكومات المتعاقبة وكل الانجازات التي ينحظها ما هو إلا صرف كانت الدولة تمشي بقوة التبذير لا بقوة التدبير تصرف أموال فقط يعني في دول محترمة عندما يدي الطريق سيار يعطيه الشركات هي تدخل بأموال وتستمر هذا الأموال نحن نجيبهم الخزين العمومي ونعتقد بأننا أنشأنا انجازات هي نعم في مصلحة شعب جزائر لا ننكر للانجازة لكن هي عملية صرف لكن دور السياسي دور الحكومة وهي دور الحكومة وهو إيجاد البدائل الاقتصادية بناء اقتصاد يعني لابد عندك صناعة لابد عندك زراعة لابد عندك خدمات لابد عندك تجارة دولية لصالحك يعني ميزان تجاري لصالح كل هذا يشكل الاقتصاد هذا كل شيء كل مؤشرة تقول بالليل جزائر أكثر من 90% كل أموالنا كما قال نجيبهم بالبيترول بمعنى لا نبذل ولا شيء يعني الدولة تجيب سوارة البترول وتصرفها بالطريقة سيئة بالطريقة سيئة بالمناسبة في فساد فيه الكثير من الأمور طبق الفساد يعني القضايا الفسادة يتبلع الآن المحاكم يعني لهذا لهذا نقول أنه 15 سنة من الدمانات التكسير نعم قضايا تسكم أنوف سيد إدليس ربوح سيد مراد عروج في سؤال أخير ربما في نهاية الحصة هل يمكن هل يمكن للجزائر أو هل يمكن أن نطمئن المواطن بأنه ممكن أن نخرج من هذه التبعية أو نجد حلول قبل أن ينتهي احتياط الصرف كما قلت ربما قبل 35 شهر شوف أنا قلت أن أتجاوز الحملة الانتخابية ما ليش في حملة الانتخابية نعم 2014 انتهت والآن غنفي خماسية والخماسية هذه فيها برامج معروضة على الجميع لمناقشتها جاءت الأزمة في نهاية 2014 أزمة نهياء أسعار البيترول وأزمة انخفاض إنتاج البيترول في الجزائر نقول لله نقول بلي مكان ولو لا لا كين دولة ما صرفتش على البيريفي باش يدير مصانع واليوم كين مصانع جزائرية ربما منتوجها مرتقاش إلى مستوى أنه يصدر لكن كين منتوج جزائري كين جزائريين عندهم مصانع كين مرتق صناعي في كامل تورب الوطني ويصنعوا أشياء كثيرة وكثيرة وجميلة جدا فقول أنه اليوم ما كاش صناعة في الجزائر كين صناعة وصناعية اقتصاد الآن اللي حاصلوا اليوم ندي واني كونستا سيف ونتقدمي للأمام خليك ملحا صيلا الكونستا تبعي المحوقات واللي كنا عايشين بيهم أمنقصو كين حكومة أعلنت عن إجراءات لا جماعة عواحوا جميعا نناقش هذه الإجراءات لم نسمع لأحدين مناقشت مع عرض الحكومة وسأقول ما من الذي تكلمت عن الحكومة ما دعاتش الحكومة لا الكلام هذا كلام هي الفكرة جيدة لكن الحكومة لم تدعيه هيت الصبر لو سمحت لو سمحت الحكومة لم تدعيك الحكومة خلوا ست الحكومة تعلينه عن برامجها أعلنت مثلا أعلنت مثلا في قضية الصناعة من قانون الاستثمار جديد من إجراءات جديدة لإعادة هيكلة القطاع العام من دعم الصادرات هذه كلها قوانين جديدة معلنة أعلنت الحكومة كإجراءات داعتها بيش تلوع الاقتصاد وتوجد مداخل بديلة مداخل العصار بديلة لمحروقات تبيع الوهم هذا هو النوع ناقش تبيع الوهم هذا هذا هو وهم هذه برامج معروضة في نفذ فشل تقبل وستفشل لا قش يودي ما زالك عايش في الماضي لا لا فشل تفشل الآن تبيع الوهم تبيع الوهم للشعب الجزائري ايش فشل تفشل تبيع الوهم تبيع الوهم في تفشل أعلنت على البرنامج الحكومة 15 سنة قول قول باللي البرنامج هذا لا يصلحه لـ 1-3-4 ما تقولش لا لا فشل لا لا 1-2-3-4 واش علاش أنا فشل ناقش في إعادة هيكلة القطاع العام لدرها سيبوشورب ناقش ناقش كيف النقش كان سيبوشورب أعلان ناقش 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 السيبوشورب أعلان على إعادة هيكلة قطاع العام هذا عمل استراتيجية وقدار يوم إعلامي في الورانسي وإعلاني خطة ناقش ناقش وَإِن أَخْرَلُنَ مُتَبِقِي الهدي окراص الآن سنتحدث عن الهيئة على البيترول وهناك برنامج مستقبلي خلال حقبادي وما سيكون في البرنامج لا يدغل مؤنوين وحجري مرتين فشل؟ نعم فاشلين قول بالله وحكومته فاشل كان برنامج جديد لم تطالعون عليه ما نقشته ما طالعتوا عليه ما نقشته وبقيت وحابسيه في حملتي خارجه وما حبيته تخرجه سيد مرد عروج سيد مرد عروج سيد مرد عروج سيد مرد عروج الله يخليك انتهى الوقت أعطيني كلمة أخيرة ثلاثين ثانية أدعوا الجميع إلى الاطلاع على البرامج التفصيلية وقولوا وين غير مليها سيد مرد عروج أحنا خدمتنا أولنا سياسيين لابدنا من توافق سياسي حقيقي وبعد ذلك نروح المشاكل الاقتصادية ما تحتمش عاليا تطلع واش بغي هو لابد انجت جميعا كجزائريين سلطة ومعارضة ومختلف قوى المجتمع سيد مرد عروج لا عندهم مشكلة صرعين لا عندهم مشكلة صرعين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حصات تعاين وحدث كان موضوع عدد اليوم تأكل احتياطي الصرف الحكومة تبيع الوهم وتشتري السلم الاجتماعي متابعة طيبة مع برامجي قناة النهار نهاية اشتركوا في القناة